ومعنا بشأن هذا الموضوع من لندن المتخصص بالشأن الإيراني سيد حسن راضي مرحبا بك سيد حسن إذن نبدأ من صحيفة لاتستامبا الإيطالية التي ذكرت أن النظام الإيراني أنفق ملايين الدولارات على حروبه في المنطقة وهذا ليس بالأمر الجديد ولكن كيف ترى أثر ذلك في الأوضاع الداخلية المتفجرة الآن؟ طبعا له أثر كبير في الأوضاع الداخلية يحيط هذا العامل أي انفاق إيران مليارات الدولارات على مشاريعها التوسعية في المنطقة ودعمها للأرهاب والميليشيات أضافة على الفساد الإداري وسيطرة الحارس التوري على الاختصاص الإيراني وسترغات مليارات الدولارات من غبل المسؤولين وحتى مصادرة أموال الناس المستودعة في البنوك كل هذه الأمور جعلت من الاختصاد الإيراني متدني ومتدهور ويعاني من أزمات كبيرة لهذا هذا كان أحد الأسباب التي أدت إلى انفجار الشارع ووصل إلى حالة الغليان وبدأ المطالبة بتحسين وضع الاقتصادي والمعيشي الذي اتهم النظام وأعلن أنه النظام ينفق المليارات في سوريا والدول الأخرى والتداعيات ذلك هناك أنباء عن انشقاقات في صفوف كوات الباسج ما تداعيات هذه الأنباء برأيك؟ طبعا بالتأكيد هناك انشقاقات في غوات البسيط وخاصة الجيش وقام الحارس التوري باحتغال عدد من غيادات الجيش وسيطرة على بعض المؤسسات ومراكز التابعة للجيش عند أنهم انحازوا للمظاهرات الشعبية وبالتأكيد إذا استمرت هذه الانشقاقات ستكون آثار تداعيات خطيرة على وحدة الصف في النظام الإيراني الذي هو أيضا يعاني من انشقاقات كبيرة بانتيارات وغير ذلك ولكن المندوب الإيراني في الممتحدة شكا من التدخل الأمريكي في شؤون بلاد الداخلية إلى أي مدى يخدم تدخل الأمريكي هذا الحراك في إيران؟ طبعا إذا كان إيران اتهم الولايات المتحدة الأمريكية بتدخل وزعزعها من واستغرار البلاد الداخلية فكيف تطريحات على تويتر من غبر رئيس الأمريكي تزعزع من واستغرار الدول وإيران نفسها هي التي تغسر ميليشيات وشبكات تجسس وغيرها للتدخل بشؤون دول الجوار أنا أعتقد الحماية الأمريكية إذا كانت اختصرت على التصريحات وعلى كتابة تغريدات في تويتر وغيرها لا تأثر إيجابيا بل النظام الإيراني سيستقلها لتبرير قمعه الداخلي ويعتبرها دعم ولكن إذا تطور الأمر في الولايات المتحدة الأمريكية والدول الغربية وأصبح دعم ملموس وعملي بالتأكيد سينعكس سلبا على النظام وإيجابا على المتظاهرين والمواطنين هنا كان بأن أمريكا تدرس فرض عقوبات على إيران بسبب قمع التظاهرات إلى أي مدى ترى تصعيدا أمريكيا يلوحو في الأفق وما تأثيره في الحراك الداخلي الإيراني بالطبيعة الحال إذا كانت الولايات المتحدة الأمريكية فرضت عقوبات هذا له أثر بعيد المدى وليس قصير المدى على المظاهرات وعلى الوضع الإيراني وعلى النظام الإيراني لكن بالتأكيد الأمر يرتبط بمدى تطور الاحتجاجات والمظاهرات في إيران هل تتطور هل تنتقل إلى مراحل أخرى وعلى ما يبدو هناك مؤشرات أن المظاهرات والاحتجاجات انتقلت إلى مراحل أخرى حين تم قتل ثلاثة من الحراص الثوري في كردستان تم تهداف إنبوب نفط في الأحوات وأيضا إضطرابات للعمال في مدينة عسلوية وستنتقل هناك مؤشرات ودعوات ستنتقل ضرابات العمال على المدن الأخرى وهذا بالتأكيد سيطور من الأمر ويكون لتداعيات وستتخذ سيزيد من القمع الإيراني وهناك أيضا ستكون هناك مواقف من غبل الدول الغربية تجاه هذا الأمر شكرا جزيلا لك سيد حسن راضي المتخصص بالشأن الإيراني من الأنطن